بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قوله رحمه الله كتاب النفقات جمع نفقة وهي كفاية من يمونه الإنسان ممن يجب عليه الإنفاق عليه طعاما وكسوة وغير ذلك من لوازم النفقة باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب أول النفقات نفقة الزوجة لأن الزوجة محبوسة عليه فيجب عليه الإنفاق عليها لا على أهلها بل على زوجها نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي نعم هذا فيه ترتيب النفقات الواجبها للإنسان أولاً يبدأ بنفسه ما أونت ما أونت نفسه ثم ما أونت زوجته لأنها محبوسة عليه والله جل وعلا أوجب نفقتها على زوجها ثم الأدنى فالأدنى من أقاربنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا قال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر به رواه أحمد والنساء هذا الحديث فيه ترتيب النفقات أولاً على نفسه ثم على زوجته ثم على قرابته فإن فضل شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أبصر به يعني يصرفه بما يرى فيه المصلحة ورواه أبو داود ولكنه قدم الولد على الزوجة نعم يعني أن الولد تجعب نفقته مقدمة على نفقة الزوجة ولكن الحديث الأول أظهر لأن الولد يتصرف لنفسه ويطلب الرزق خلاف الزوجة فإنها محبوسة على زوجها فأول النفقات نفقات الزوجة واحتج به أبو عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية بحديث ابن مسعود في الخمسين درهما احتج به أبو عبيد في كتاب الأموال له كتاب الأموال لأبي عبيد حد الزنى خمسة دنانير وما كان عنقص فإنه اعتبر نقصا في الغنى يقدم كفاية من يمونه من زوجته أولا ثم أولاده ثم بقية الأقارب هذا فيه ترتيب النفقة على الزوجة والأقارب نعم فباب اعتبار حال الزوج في النفقة نعم اعتبار حال الزوج غينا وفقرا توسطا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه نعم عم عاوية القشيري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما تقول في نسائنا قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلقون البسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن رواه أبو داود هذا فيه رسم التعامل الزوج مع زوجته في أنه يطعمها مما يطعم يعني أن نفقتها تشبه نفقته نفقته على نفسه كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسري يسرى أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون وَلَا تَضْرِبُوهن وَلَا تُقَبِّحُهُن وَلَا تُقَبِّحُهُن بِالسَّبِّ وَالْكَلَامِ السَّيِّئِ الَّذِي يُسِيءُ إِلَيْهَا بَلْ يَكُونُ كَلَامُهُ مَعَهَا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ نعم باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية نعم تنفق الزوجة على نفسها بغير علمه إذا كان قد قصر في نفقتها وظفرت له بمال فإنها تأخذ منه قدر كفايتها ولو لم يدري ولو لم يرضى لأن هذا حق لها وهذه تسمى مسألة الظفر نعم عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه الجماعة إلا الترمذي نعم هند بنت عتبة رضي الله عنها كانت تحتى بسفيان رضي الله عنه وذكرت للرسول أنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها وأنها تتمكن أن تأخذ من ماله بغير علمه قدر كفايتها فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله قدر كفايتها ولو لم يعلم لأن هذا حق لها لها غفرت به ولكن لا تأخذ أكثر مما يجب لها عليه نعم باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعدرت النفقة بإعسار وغيره نعم إذا أسر الزوج بنفقة زوجته فإن لها أن تطلب الفرقة الفرقة منه لأجل أن تضمن لنفسها كفايتها من غيره نعم باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعدرت النفقة بإعسار وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غناء خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غناء يعني أن تكون الصدقة زائدة عن النفقات التي تلزمه فلا يجوز له أن يتصدق ويقصر في الإنفاق على من تلزمه نفقته نعم واليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا هي يد المعطي واليد السفلى هي يد الآخذ فالمنفق أفضل من المنفق عليه نعم وابدأ بمن تعول وابدأ بمن تعول يعني بمن تلزمك نفقته ابدأ به نعم وابدأ بمن تعول فقيل من أعول يا رسول الله قال امرأتك من من تعول نعم أول من تعول زوجة فيبدأ بها لأنها محبوسة عليه وهذا بموجب العقد الله جل وعلا يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظة وهو حقد النكاح نعم قال امرأتك ممن تقول أطعمني وإلا فارقني نعم تقول أطعمني يعني قم بالإنفاق علي وإلا فارقني يعني بالطلاق أو الفسخ نعم جاريتك تقول أطعمني واستعملني وكذلك المملوكة الجارية يعني المملوكة تقول أطعمني واستعملني واستعملني يعني في الخدمة استعملني يعني في الخدمة فكما أنك تطالبها بالخدمة هي تطالبك بالنفقة نعم ولدك يقول إلى من تتركني وكذلك الولد من ذكر أو إنثاء يقول لأبيه إلى من تتركني من الذي يقوم بالإنفاق علي إذا تركتني ولم تنفق علي رواه أحمد والدار قطني بإسناد صحيح وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة رضي الله عنه وهذا ما كان من كلام الراوي يسمى بالمدرج مدرج في الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدار قطني نعم نزالة للضرر عن المرأة لأنها محبوسة على زوجها فإذا لم يقم بنفقتها فلها أن تطلب من القاضي أن يفرق بينهما باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم يعني بعد الزوجها الأقارب والأقارب يختلفون في القرب من المنفق وفي الحاجة أيضاً هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه نعم هذا في الوالدين فالأم آكد حقاً من من الأب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر حقها ثلاث مرات بينما قال في الأب مرة واحدة ولمسلمين في رواية من أبر قال أمك من أبر قال أمك لأن الأم في مكابدة أكثر من العب مع الولد في الحمل وفي الولادة وفي التربية لا يتقاسي أكثر من العب مع الولد فلذلك صارت آكد حق من العب نعم وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قال قلت يا رسول الله ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي نعم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأم وكرر حقها ثلاث مرات لأكديته لأنها تعبت مع الاب أكثر مما تعب الأب بالحمل والولادة والرضاعة والتربية فلذلك فلذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم حقها في الجواب أكثر من مرة وقال في الأب مرة واحدة نعم قال أباك ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب ممن من قرابتك لأن الأقارب تفاوتون فيبدأ بالأقرب إلى المنفق ثم فالأقرب إلى آخره نعم وعن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك رواه النسائي نعم هذا فيه ترتيب المنفق عليهم أنه يبدأ بالأم ثم الأب ثم بقية الأقارب حسب قربهم من المنفق نعم أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك نعم وعن كليب ابن منفعه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصوله رواه أبو داود نعم هذا كالذي قبله في ترتيب المنفق عليهم وأنه يبدأ بالأم ثم بالأب ثم بالأخ ثم الأقرب فالأقرب في النسب نعم وفقكم الله يا شيخ بالنسبة لنفقة الولد إذا كان الولد محتاج للزواج فهل يلزم الأب دفع المهار للولد هنا إذا كان الولد لا يقدر على معونة الزواج يلزم الأب إذا كان قادرا أن يزوجه ويعفه نعم بالنسبة وفقكم الله يا شيخ الأقارب ترتيبهم العم والخال هل يقدم أحدهما على الآخر العم العم قد وبالله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين